موسيقى محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنورنا اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية النور نورك والمكان مكانك طال عمرك وأنا أتشرف أن يكون جنبك الله يطاول عمرك أول شيء مشكر على تلبيتك للدعوة لم أقصرت صراحة على مشاغلك وارتباطاتك ومشاء الله برع بس ربيت الدعوة وحضارت ويهيتنا باستوديو فبداية نباك تعرفنا خبرنا من هو محمد حسن حياك الله أخوكم محمد حسن الطاهر كبير مفتين دائرة شون إسلامية والعمل خيري في دبي وخطيب جمعة بمسيد الرحيم في مرسد بي ومتطوع بالإمامة في الصلوات ماشاء الله غير عن هذا خبرتني أنت عندك خبرة في الحجامة نعم كانت عندي خلفية في الحجامة درستها حولت أخذ فيها شهادة يعني وكانت رغبة قديمة يعني نتكلم عن مارستها كان عمري 18 سنة من زمان يعني ماشاء الله استوت مثل رغبة وهواية فترة من الفترات وحيمنا على المستوى طيارين ووكل أو وزارة ماشاء الله على المستويات يعني جربنا ماشاء الله وبعد اللي سمعته أنك كذلك ترقي بعد ماشاء الله عليك ملك في الإرشاد الأسري بعد والله بطبيعة عملنا نحن كمفتين كثير من الحالات اللي تمر علينا عبارة عن مشكلات زوجية هم يسألون عن طلاق أو شيء معين ونحن يوم نسمع مشكلتهم وهم يثقون في المفتين يعني أحيانا يتخوف يصير المحكمة مباشرة يقول لك هناك إجراء تنفيذ وقضاء وغير وهيبة المحكمة فلما يسألنا سؤال ربما يأخذها مقابلة شخصية وهذه موجودة خدمة طبعا أنه يقابلنا نحن ونسمعها ونسمع منا ويثق أحيانا حتى بالتوجيه يرتضون لأن حكم شريعة فيرتضون وسبحان الله مع الأيام مع الحالات تكسب خبرة وخلنا نقول عنها بعد يعني هو في قسم مختص معني بالإرشاد الأسري في الشؤون الإسلامية عندهم هذه الأمور لكن أحيانا خلاص يوم واحد يطلبك أخي بدر يقول لك بدر أنا باك تحل مشكلتي بينه بين زوجتي مثلا خلاص عينك ولو أنك أنت مب مصلح أسري كمسمى وظيفي لكن خلاص عارف أنه عندك نظرة وحكمة وكلمتك لها دور وأثرك موجود في المجتمع حينها بعد الرحمن قلت لي كبير ومفتين هذا حينها أنت كنت ضمن برنامج في شيء برنامج تدريبي لتحكتوب فيه ولا كيف كيف اختيار كبير ومفتين طبعا هذا البرنامج في الحقيقة برنامج رائع برنامج يعني كان بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله تعالى كان يعني في الحقيقة من أكثر المعجبين بهذا البرنامج أن أطلاق المفتي المواطن أطلاق المفتي المواطن وهذا الأطلاق ترى مو حديث الحين يعني أطلق ونحن على مقاعد الدراسة في الجامعة في تقريبا 2009 فقدموا عدد كبير من الناس طلباتهم حتى يكونوا يعني ممن يلتحق بهذا البرنامج وأفرزوا سوونا اختبارات قدرات حتى بعضها من بريطانيا مستوى الذكاء أو مستوى البديهة والسرعة وغيرها يعني ما لها دخل بموضوع الشريعة بشكل مباشر بعضها ليل ما أفرزونا وطلعنا ووصفينا ثلاث أشخاص بحمد الله تبارك وتعالى كمرحلة أولى خذونا على مقاعد الدراسة تكملنا دراستنا ثم تعيننا يعني كمسمى مفتي بدائرة شون إسلامية ثم حصلت الترقية إلى مفتي أول ثم أخيرا من قريب إلى كبير مفتين ما شاء الله ففي مفتي مفتي أول كبير مفتين نعم ما شاء الله والبرنامج هذا كم كم مدته كم سنة في الحقيقة هذا يستهدف الطالب كان على مقعد الدراسة أولا يعني وما كان عبارة عن فرز لأن تقديم الطلبات على ما سمعنا أكثر من مئة طلب تقدم فحاولوا يفرزون حتى يوصلون إلى عدد يعني محدود ثلاثة في بداية المشروع وهم على مقعد الدراسة فكنا ندرس في الجامعة وكذلك كنا يعني كما يقال يعني عندنا ارتباط بالشؤون الإسلامية كتأهيل وتدريب من قسم تنمية الموارد البشرية فكان يدخلونا في دورات في كذا حتى يعني من ضمن البرامج هذه كانت عبارة عن حضور جلسات القضاء الشرعي معروف جلسات القضاء الشرعي في الأحوال الشخصية ما حد يدخل عند القاضي غير الأطراف فقط لأنها سرية تامة الأحوال الشخصية الأمور المعنية بالمشكلات الزوجية وغيرها والطلاق وغيرها ما حد يدخلها القاعة ما حكم علنا يعني بهذه الطريقة فنحن تقريبا نضمينا هناك إليهم لمدة شهر فكنا نشوف تطبيق عملي كيف الحكم بالطلاق وغيرها والخلع وشو رأي المحكمة فيها وشو يقع وشو ما يقع وكيف يحكم القاضي استفدنا في الحقيقة يعني خبرة كبيرة وصراحة القضاء عندنا على مستوى فوق المتصور يعني أمانة مو مدحا أو اطراء لكن عندهم خلفية شرعية عميقة جدا وفقخ وعندهم بعد نظرة وحكمة وفطنة في أصدار الأحكام الشرعية أو الأحكام القضائية يعني الله عبد الرحمن أنا شوف يعني ما في مستحيل أنا من مجهة نظرية لدولة أنها ترتقي إذا كان النظام القضائي عندها والله أنه صح إذا فيه ثغرة هالكبر في النظام القضائي لأي دولة أنا شوف هذه الدولة خلاص مستحيل أنها ترتقي ولا توصل لأي شيء أي نجاز والنظام القضائي عنده فيه مشكلة جميل جميل وأعتقد الأجمل في هذا الموضوع حين برنامج لفتاء وأنهم يختارون من الطلاب أنهم يختارون بهالبرنامج يكونون مفتين هذا جميل واختيار المواطنين هذا أجمل لأننا نحن اللي تعودنا عليه أن اللي يكونون في الأفتاء أخواننا من الجنسيات العربية بس جميل يعني أعتقد المبادرة من سيد سمو الشيخ محمد أن يختار مواطنين هذا هذا شيء رائع بس تقول لي أنت كنت تحضرون جلسات هاي التي كانت تستوي ما بين الرجل وزوج مثلا اللي عندهم مشاكل أو شو شو نوع القضايا اللي كنتوا تحضرونها نحن نتكلم نحن نتكلم عن فقط الجانب الأسري في الحقيقة نعم جانب الأسري يعني أغلب اللي يأتون إلينا يعني خلنا نقول أحيانا يطلبون شخص بعينه إما سمعوا في التلفزيون أو في برامج معينة أو بالثقة أو بالسمعة المنتشرة أن فلان ترى يعني له باع في هذا المجال مثلا أو يدلون عليه فأيوننا تقريبا في وقت الدوام الرسمي وعندنا قاعات مخصصة مهيئة الآن الحمد لله ما شاء الله على مستوى خدمة ضيافة اهتمام يعني بالدائرة فأيون الأطراف أحيانا أولا يطرحون سؤالهم أنا طلقت لحظة كذا أنا طلقت ما أدري كذا أنا هاي طلقتي الثانية والثالثة محسوبة ومش محسوبة فلما نسمع هذه الأمور كلها هني شو دورك أنت جانب إصلاح إكمال حياة زوجية مدام أنه فيها مجال ما زال هني أنت سمعهم الكلام وغالبا صراحة يعني الناس فيها خير كبير بس محتاجين نوع من التبرع بالوقت لهم إحدى الحالات يعني مشكلة بين زوج وزوجة وصلت إلى أن الزوج عق التليفون على يعني على حرمته انشار خراسه أغمي عليها شلها وداها مستشفى دخلت في غيبوبة وهم شباب دخلت في غيبوبة يقول خذوني الشرطة ودخلوني السجن تدخل ناس بالكفالة وغيرها بعد قضاء فترة في السجن وطلع فكلمني يعني دلوا أنه يرجع لي وأنا عرفه الشخص يعني من بعيد فجلست معه قلت يعني خلنا نشوف المشكلة فدخلنا بالتفاصيل معه وحتى استخدمت رقي شرعية معه وشفت أن الإنسان هذا مصاب عين لأنه مغرم بزوجته بطريقة غريبة يوم تسمع اثنين يحبون بعض على هذا المستوى ثم تصرفات غريبة وكره بدون بدون مبررات واضحة دواعي فتحس أنه في شيء فقال لي أنا حسيتني غريب أصلا عطيته برنامج أرقي شرعية أنصلاح شأنه زوجته سبحان الله كانت تتواصل في الموضوع هذا وقطعته تقريبا قريب الثلاثة السابيع لأربع ما في كلام بينهم إلا بالإيميلات فقط تواصل إيميلات الزوج تغير تغير كبير هذه الرسالة في الحقيقة تبين لنا أن شبابنا فيهم خير ما في شيء اسم أن هذا الإنسان ما يتعدل أن هذا الإنسان والله ترى عفوا كان يوم الأيام مدمن خدرات غسل إيدك منه لا نحن شفنا أو هذا الإنسان قسع على زوجته غلط طلع عن طوره شيطان خدعه أنه خلاص ما يمكن يرجعون حبايب مرة ثانية هذا استبعده مع الأيام المهم بالكلام 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 رجعوا لي بعض وكانت مفاجأة يعني خطة من زوجته أن هي تستقبلها في المطار بعد ما رجع من عمرة رمضان فكانت أنا أوجهها حتى كانت تقول لي أرجع للحين أقول لا أنا متواصل مع الطرفين أقول له لا أنا عرف زوجت فأعرف متى التغيير أبا يوصل درجة مثل من التأهيل فستفاجأ أن زوجت تستقبله بعد قطيعة شهر لكن يابت ثمار طيبة جدا فحتى تواصلوا معي في الدائرة يعني قطعوا مسافة من أبوظبي إلى دبي مسافة كبيرة وبعيدة ونحن مبنى الدائرة الممزر عند الشارجة يعني أخرت بي فلما قعدوا يلست معاهم وأنا حاط الأيباد وأسمع مشكلتهم وكذا اللي عجبني فيهم عندهم مسلوب حوار راقي 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 أنا تعلمت أنا أسمع الزوج كيف يكلم زوجته في الحوار يعني تتكلم عن ناس قمة رقي في الحوار يفلانة كذا ما في تهجم ما في أني أنا غلطانها بل في تعبير عن أني أحبت وكذا فكنت أنا أتكلم بكلام وأستمع الجلسة خذت ثلاث ساعات هذا قصة تتبرع بالوقت اللي اليوم أمانة حتى يمكن لو رحت المستشار نفسي ما عندي إلي أسمعك نس ساعة بدون مجاملة بيسمعك بيقول لك وايد انتظروني خذ الدول فلاني إن شاء الله بيخفف الضغط اللي عندك في الذهن وراجعني بعد سبوع طلعوا من عندي بعد الكلمة هذه والحوار اللي صار حسيت أنه كأن اللي في خاطرهم من حزن وكآبا وزعل طلع مع أني ما سويت شي يا أخوي بدر ما سويت شي بس مستمع وشوي كلمتين كلمتين أنا وانت حافظينها ترى بس لأننا دائما عيون عن نقاط الضعف فطلعوا من عندي عقب يومين وصلت لي رسالة مصورين الكعبة أنا لا أدري أن يذهبون مكة مع بعض مصورين الكعبة زاكر الله خير يا أبو عبد الرحمن أنك يعني كنت سبب في كذا والآن نحن عند الكعبة ندعي لك أنا هذه الرسالة حتى صورتها والفضل رب العالمين سبحانه وتعالى لكن أقول للناس يا جماعة الخير اليوم نحن محتاجين تبرع لأهلنا لربعنا لأصدقائنا اليوم يتصل عليك أخوي بدري يقول لك يا أخي ما الضايج تسحب عليه ولا تقول لي يا أخي تعال من تلاقى في كوفي في مطعم أو في البيت هياك الله خلني اسمع منه فوين الجود هذا معنى من المعاني فهذا الدور من الأدوار اللي في الحقيقة يعني الإفتاء إدارة الإفتاء تقوم بها يعني وتزام الله خير تنمية المجتمع عندهم هذا الدور المحاكم عندهم هذا الدور لأصلاح الأسري لكن مثل ما أخبرتك يعني هم أحيانا يسمعون كلمة مفتي ويوم يعرفونك أنت مثلا يعني قارين عنك أو خلنا نقول عارفين طرحك وأسلوبك معهم وقريب منهم وفيك تحمل يعني النفس طويل وبعيد في الحقيقة بالعكس يعني ما عندهم مشكلة أن يوصلونك يعني في الدوام أو براع والله أبو عبد الرحمن أنت فتحت كمن باب حين في مخي وما أعرف وين أبتدي وياك لأن سبحان الله ذكرت كمن جزئية يعني فتحت لكمن باب في رأسي يعني أولا النقاش الراقي الذي كان ما بينهم هل هذا كان موجود قبل أم لا هذا استوى بعدين بعد الفترة التي يتعالج فيها الريال وخذوا بعض التوجيهات من عندك والإرشاد من عندك أم لا هذا كان موجود قبل أنا أعتقد أن هذا الحوار موجود كان من قبل لكن يتبع تليفون براسها مسكين عقها غيبوبة أنت تتصور العلاقة الحب اللي بينهم وعلاقة الزوجية هي تشهد يعني فهذا فرت التليفون لحظة الغضب تعرف ثواني يعني أحيانا ما تكون مقصودة لكن شوف شو سوت لحظة الغضب فرت التليفون مثلا هاي ملف الشخص تاريخ علاقة الشخص ليس بشهادته شهادت زوجته إنه طيب زي أحيانا أنت بعد رحمان قلت يا طبعا الغضب هذا كلنا نعرف نحن أثار صحيح وصيح قال لا تغضب صحيح ف أنت ذكرت شيء قلت أنه كان منسوس أو في إصابة عين إصابة عين زي كيف ممكن يعني هل ممكن إصابة العين تسبب أن شخص يحب شخص بزيادة عن اللزوم أو ردات تكون بهذه الطريقة لا يفهمني أكثر شوي حلو النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق العين قد تفرق بين حبيبين وفي الحديث تدخل إنسان القبر وتدخل جمل القدر يعني والعين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقه العين التوعية في الحقيقة في هذا الباب أو تأثير العين في هذا الباب أن بعض الناس طبيعية مثلا من شريك حياته على سبيل المثال نفرة غير طبيعية يعني هجران تام يقول أنا ما أدري ليش الشخص اللي جدامي ما قصر معي بس أنا ما أعرف ليش نفسي عافت ما أقدر أتقبل أحس أن في شيء مطبيعي هذه الأسئلة وطبعا العين تسبب حزن وضيق وهذا ضيق وسرعة غضب فهذا الشخص ما كان عنده الشخص طبيعي ما عنده هالغضب اللي يوصل المواصيل لكن لما أصيب بالعين بدأ نرفز عنده بطريقة غير يعني في الحقيقة يعني مضبوطة يعني تخرج عن طوره ولهذا سبحان الله يعني لما تتأكد من حال حالات بالقراءة حتى هو يصيح في أثناء القراءة آيات الحسد يقول لك يا أخي أنا أول مرة أصيح ليش أصيح يقول لي حسب أختنق الإنسان السليم المعافى يوم يسمع القرآن يعني ينشرح صدرة ينشرح صدرة هو يقول لك يا أخي أحس أني متضايق كأن أحد يزغدني كاتم صدري فيني صياح أنا ما أعرف ليش وطبعا جزء كبير من هذا الأمور شو سبب أن حياتنا أصبحت مكشوفة يعني في السوشال ميديا على ما يقولون برامج التواصل حديثة أصبح اليوم هو معطنها طقم ذهب نزلت لا خليت منك وكذا كذا جميل أنت تحفظين الود وتصورين وتوثقين حق نفسك وعلى دائرة ضيقة جدا لكن أنا يتابعني خمسين ألف وسبعين ألف ونصهم الله يعلم مطلقات والمهجورات وغيره وكذا وكذا توقع أن كلهم لما بيشوفوا النعم اللي علي بيذكرون الله أو بكذا وخاصة اللفت المبالخ أنا طالع في الطيارة اليوم أتغدي مع زوجتي في مكان فلاني كذا 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 حياتي مكشوفة أصلا الناجحين دائما تجدهم فيهم غموظ لا تعرف ما يوم يوم ليلته عنده هدف ينفع مجتمع طلع لك مثل القمر واختفى لا يبين 24 ساعة حين مثلا يوم تذكر أنت هذه الأمور لأن اليوم أعتقد نحن نتفق على هذا أن وايد من المعلومات المتعلقة بالحسد والمس والأمور هذه السحر وفيه وايد معلومات مغلوطة يعني على سبيل المثال أنا متأكد أمية بالأمية أن في حد يسمعنا بيعتقد أنه مصاب بعين لأنه البارحة ما كان طائج حرمته مثلا لأنه تعبان ومضغوط أو وحده من الخوات بتسمع بتقول أنا أكيد مصاب بعين لأنه ما لي خاطر أي لسير ريال من يومين ثلاث نزيل أول شي أنا أقول لأباه فهمه هالتأثير هذا اللي يستوي على الإنسان سواء بأنه يكره شخص أو يوم يوم نرقي أو تقرأ عليه آيات الحسد يحس أنه يختنق هل هذا في له تفسير ولا هذي من الأمور الغيبيات اللي نحن ما نعرفها قلت لو تفضح جميل طبعا بالنسبة للقراءة يعني على الشخص في علامات واضحة جدا في الحقيقة مؤشرات علامات معينة الدل على أن هذا مصاب بالعين أو السحر وأهل الاختصاص على ما يقولون يعرفونه نتكلم أهل الاختصاص المتزنين ما نتكلم عن عفوا عندهم شطح وعنتهم مبالغة كل شي يعلقون على السحر وعين وكذا لكن أنا نتكلم عن أمور في الحقيقة واقعة يعني نسبة الاكتئابات الكبيرة اللي يتيحق بعض الناس على سبيل المثال ويقول لك دورت علاجات فيومي للرقي شرعية ويستفيد منها أنا أقول له إذا كان القرآن سبب شفاء مرض عضوي مثل صابات الأضغط العقرب فما ظنك بشي قلبي وعندك تفسير الشيطان يجري من مآدم مجرى الدم مجرى الدم شيطان ودائما اللعب على الجهاز التنفسي منشر النفاثات في العقد في نفس في نفس في منطقة صدر ولهذا المصاب بالعين ليس شماعا مجرد أني أنا ما توفت في مشروع أو اختلفت مع زوجتيني أنا فيني عين لا ليس بفتح للأبواب عبد الرحمن اليوم هذا الشيء استوترت شماعة أنا مصاب بالعين أنا تعبان أنت مثلا شباب في التمرين مثلا في الرياضة يأتي إصابة في ظهره يالله عين أكيد حسدوني الجماعة صابتني عين أنت ما فكرت أنت الحركة التي سويتها غلط ما فكرت مثلا أنت ما سويت عمليات الإحماء ما ينظرون لهذه الأمور على طول عين أنا عين صابتني فموازنة الموازنة ضرورية وحتى ترى بالنسبة لمثل هذيل لما يقول أنا فيني عين ولا غير ذلك طيب زين شو العلاج اللي أنت تسوي أنا ما بأعطيك عفوان دواء سكر ولا ضغط ترى أنا بأقول لك أقرأ القرآن وارجع لدينك على سبيل المثال وعدل سلوكياتك يعني واحد من الشباب على ما يقولون مشاهير السوشيال ميديا قال لي محمد أريد أن تقرأ علي أنا ما بطبيعي في نومي في أحلامي في يقضتي وتعبان كذا قلت له خبرني عن حياتك قال لي يا أخوي أنا أتصور يوم أتريك في مطعم ويوم أتغدى ويوم أتعشى هذا يوميا وقال لي وأنا أسوق سيارات ما تقل عن مليون مو بسياراتي الربع وغيرة وشي فالناس يشوفون قلت له زين عقب قال لي تقريبا ثلاث سيارات كنسلتها قيمتها كلها مليون بحادث يقول حادث لو تشوف المشهد والحادث تقول يا أخي شي غريب لا على سرعة ولا كذا بس يقول أنا أحط ويد مبالغ يعني في السوشيل ميديا طيب هل أنت محافظة على أذكارك لا صلاتك لا أنت يوم ما ماسك بدينك أنا ما أتكلم عن دين حفظ القرآن أنا أتكلم عن صلاة عن أذكار عن خطوط يعني ما اتفق عليها والحرام هل أنت من غمس في الكباير غمسة ولا أنت تقع في خطأ وترجع لله وكذا فشفت أنه وضعه ما يسر قلت له طبيعي أنت ما عندك أصلا حاجز الحفظ مو شرط حتى عفوا عين أنت أي شيطان يشوفك في الدرب على ما تقول مثل ما تقول يعني ممكن يوسوسلك مو بشرط أن يكون عين ممكن شيطانك قرينك قرينك لما ينزل إيمانك من اللي يمسك السكان من اللي يقودك شيطانك ليش أحيانا بعض الناس يقول لك يا أخي الصلاة يوم بروح المسيد أحس ثقيل وتعب ومدري إيش كذا كيف كان برنامجك الشهور الماضية مريح شيطانك على آخر ما شيء على جوه الحين يا أخي تروح مسيد تحس أنه يقول ثقل تعب خوف من مرتاح أبقى خلص الصلاة بسرعة أطلع مسيد أشرد مو طبيعي مكان مسيد مكان راحة لكن أقول له مو شرط أن يكون قصة عين ممكن يكون قرينك اللي هو الشيطان موكل على كل إنسان منه اللي ما يسلم بحال من الأحوال هذا ممكن هو اللي يقودك هو اللي متسلط عليك ما قال الله في القرآن إنما سلطانه على الذين يتولونه أثبت أنه عنده سلطة شو سلطته يزن عليك يزن يوم تلك المعصية يزن عليك يقول لك يا أخي أنا ما رتع لي ما أسويها يوم ما أسوي الغلط يفتش يتركني فأحس مو أنه متعة في المعصية يقول استوى تحتيادية بس أحس أنه نوع من الراحة ليش أحس أنه هد فإن تعوت خلاص شيطانك على مسير معين فهو يضغط عليك مثل رائع المخدرات مخدرات ذنب كبير وجرم عظيم لكن خذها حتى على مستوى المعاصي البسيطة لما ما مجرب مخدرات ما تحس له بارض يجرب لكن أول ما يجرب المشوار الأول الخطوة الأولى جربها يحنن له شيطان بنشوة المرة الأولى يذكره فيحس أن يجمل له الشيء هذا مثل الذباب يعني يقولك أعوذ باللعب ويشف يرجع لي فيحس أنه دايما عقل الباطن شغال مشغول فيك كيف يصرف إذا ما عنده برنامج علاجي صحيح طبي وسلوكي وديني للمخدرات يرجع مرة ثانية يعني من قصة الإدمان شيء وقصة الشيطان ما في شكل نحاط إيده كل أيادي حاطنها في هذا المشروع لأنه يعرفنا بيدمر مو بس دين الإنسان بيدمر دينه ودنياه وآخرته وكل شيء يعني صحيح حين أبو عبد الرحمن نحن فيه وائد مصطلحات يعني حد عندك مثلا اسمع القرين حيح الروح النفس شو شو الفرق ما بينهم فيه يعني شرح للفرق ما بينهم القرين الروح النفس حلو طبعا القرين هو جن موكل على كل إنسان كل واحد من عنده قرين من الجن وكافر وما يسلم بحال من الأحوال يعني من طف من يطلع الإنسان على هذه الدنيا وينزغ الشيطان يبدأ الولد على ما تقول يصيح يعني مثل ما تقول خلاص المعادة مستمرة وهذا القرين ملازم لك طيلة فترة حياتك فهو عارف نقاط ضعفك لأنه ملازم الآن اللي ياخذون المعلومات عنك يلس واحد بجنبك يقول لك والله بدرت تعمرك كذا وبدرت أنت عندك شهادة كذا تقول يا أخي كيف يعرف هالمعلومات وانت تقوله ما يعرف الغيب إلا الله كذا كذا هاي معلومات ترى مش مستقبلية وكيف توصل لها عن طريق مخاطبة القرين عنده خط على ما يقولون خط ساخن من عنده بمن دخل عالم الشياطين هذا عند الهارد ديسك مالك هذا يعطي العلوم صدق نعم يعطي يقول لك أنت من تقول للمعلومة وانت تكون يالس بحضرته لكن سبحان الله هو يسمع أو يطيح في قلبه من قبل علاقته واتباطه بالشياطين وطبعا بعضهم للعلم يتحسب أنه يسوي خير يعني يقول لك لا أنا ساعد الناس وأنا ما سجد لشيطان أنا ما أدري كذا أنا أقدر أفهم مجتمع ويحاول في الحقيقة أنه يتواصل مع القرين للقرين حتى يأخذ معلومات عنك أنت ممكن تعطيه معلومات مغلوطة لا فهذاك خبرة فبين التواصل في الحقيقة يعني استفادة وهذا أمر مذموم في الحقيقة الشياطين إلا بمقابل عقب على مدى قريب ولا بعيد هذا بالنسبة للشيطان دعنا نقول الخاص بالإنسان القرين النفس النفس الله عز وجل أخبر يعني عن النفس في القرآن الكريم ويعني ذكر النفس اللوامة والنفس المطمئنة يعني فالنفس في الحقيقة يعني بعضهم فسرها حتى بأن هذه النفس هي الروح نفسها وبعضهم فسرها بتفسير آخر ولهذا يعني حقيقة حتى معرفة الروح أو النفس جزء كبير منها يعتبر غيبي ما يعاف تفاصيله لكن هذه النفس ممكن في يوم الأيام تكون يعني النفس خلنا نقول عنها شقية بعد ما يشتغل الإنسان عليها يصاعدها مرحلة أفضل نفس اللوامة ممكن عقب تكون نفسه المطمئنة يعني الإنسان ممكن فترة تكون نفسه مطمئنة عقب ينتكس فينزل أعوذ بالله يعني إلى نفس يعني مذمومة وشقية وهذه مراحل ولهذا الله أقسم فيها أقسم بها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني سبحان الله ولهذا دايما أفلح من زكاها ذكر نعم سبحان الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها لهذا دايما يقول لك الشغل على القلب على الروح أنت إذا اشتغلت على الداخل تنصلح أمورك في الظاهر يعني خلاص حتى تفكيرك الآن لما أنت تبغي تغير سلوك شخص عنده عفوا كمية كبيرة من التشاؤم أو الإحباط أو الاكتئاب روح لقلبه عن طريق الأسئلة أنت تعرف شو اللي يخفي شو قلبه مغطى الآن بالأحزان بالها إذا وصلت من خلال استجواب أو الكلام أو غير الحوار ممكن عقب أنت توصل لقناعات معينة تحط إيدك على الجرح هي والنفس فيها خفائية كبيرة أبو عبد الرحمن التأثير اللي يستوي حين من الحسد يكون على شو بالضبط على الروح بشي يتأثر تأثر الحين التأثير بالنسبة للعين أو للسحر في الحقيقة له تأثير على الروح بدليل أن الله عز وجل قال يفرقون به بين المرأة وزوجه في السحر يعني فيه تفريق مو فقط تخيل لا فيه تفريق يعني بحيث أن الشخص هذا يعاف الشخص صفلاني ومشار تكون زوجته ممكن بين شخص وبين شخص آخر يفرق بينهم على سبيل المثال في يعني قصة التأثير حاصل بالسحر وحاصل بالعين واللي هذا يعني الصحابي اللي اختسل وصف صحابي آخر وقال واجلده مخبأة يعني من بياض جسمه وما يقصد الحسد أو شي لكن قال كلمة وما ذكر الله فمرض الصحابي مباشرة فالعين ممكن تي من الحبيب ما شرط أن تي من إنسان حاقد عليك أو عدولك أحد الصحابة نعم والرسول عسام أمر بالاختسال قال من تتهمون قالوا فلان ذكروا الكلمة الأخيرة اللي قالها طلبوا وضوءه وصبوا عليه وكأنه نشط من عقال كأنه جمل وانفلت ما كأنه في شي هذا تأثير قصة سبحان الله العين وتأثيرها هذا أمر ملحوظ وخاصة قال لك في الحديث تدخل إنسان القبر هذا يموت وفاه جينب عبد الرحمن القصة اللي تفضلت فيها وخبرتنا عنها اللي صارت في أحد رسول الله سلم والصحابة أنه سبحان الله هذا بعد يعني ما بشرط أن إنسان سيء يحسدك الصحابة هذه اللي كان ما في ظني أطهر وأنظف من الصحابة ولكن وارد هذا الشيء قد تصيب عين شخص بدون ما يعرف المصريين يقولون ما يحسدك المال لأصحابه ممكن تحسد عيالك ممكن تحسد نفسك بس حين عشان ننتقل للنقطة الثانية اللي في بالي بعض رحمن لكن يعني ضروري نعرف أو الناس إنها تفهم نحن نفهم أن مثل ما في حسد ترى فيه الله سبحانه وتعالى بعد اللي يحفظك صحيح من هذا الحسد فأنت ذكرت وايد أمور مهمة خلال طرحك والكلام اللي تفضلت فيه أن يا أخي حصن نفسك العبادات حافظ عليها أبتعد عن الأمور اللي هي كبائر الذنوب كلنا نحن الذنوب الله يسلمنا يعني ولكن هذا شيء وارد بني آدم هذا مش معصوم مش معصوم يعني نحن مبنبياء ولا رسل فإذاك الله خير هذه جزئية مهمة هذا يتأكيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك نعم يعني إذا أنت حفظت أوامر الله عز وجل وتقربت لله عز وجل وللعلم ترى كثير من اللي يصابون بالعين ويتعالجون ويتحسن وضوعهم في الحقيقة يقول أحمد الله أنا يا لي ابتلاء أقول لي ليش قال لي صراحة ما كنت أعرف الله كان غافل يقول لي أصل لي صلاة وأخر صلاة وقرآن ما أقرأ وما كنت أيقن أنه فيه تأثير يقول الآن سبحان الله قدرت أودر محرمات وقدرت أتقرب لأله واستوات إرادة قوية وبديت أشتغل على نفسي بالتعليم والتطوير فأنا يقول لي يعني نقلت نقلة نوعية كبيرة شيء هذا مبزين وضرر لك لكن سبحان الله ضرر وراء فايدة نعم صداك تتفق الآن هناك موضوع ثاني بعد الرحمن بحكم ما شاء الله خبرتك كبير مفتين وشفت ما شفت من قضايا وأمور أسألك عنها بعدين لكن هناك موضوع الآن هذا الموضوع على أيامي كان من أبسط ما يكون موضوع هذا موضوع الزواج بسيط جدا السلام عليكم أبا فلانا خلاص أمورك طيبة إن شاء الله يلا نظرة الشرعية خطبوا عرسوا مرت السنين والأيام ويا أبو عيال ومشت الأمور بسيطة جدا ولا هي تقول يا فلان تعال حصلنا لك بنت حلال زينها موضوع وين هنزين شفت خلاص انتهى الموضوع موضوع وايت بسيط الحين بابت الرحمن طاري الزواج هذا أنت يوم تريد ترمس فيه وتطري الأصغار الشباب يعني يبتدي يضرب بريك لا أنا بعد لا الموضوع نوعا ما استوى وايت صحب واستوى معقد واستوينا نسمع قصص يعني قبل على أيام يتكلم نحن في الثمانينات نحن نحن بدي إلى الثمانينات ما كنا نشوف هذه المشاكل يعني قليل من المشاكل اللي ممكن تنطر أوكي خلاص فلان يلي كبير منهم الأبو ولا اليد ولا العم كبير العائلة يلسم هم الأثنين انتهى الموضوع صح بس أنا موضوع الزواج يعني لتعقيده اليوم لتعقيده أنا أجزء شوي شوي أخذ أخذي كم من جزء المقبلين على الزواج حين هل ترى شباب في دوامة خايف من الزواج فليش هل تخوف هذا موجود عندهم اليوم عند الشباب الحقيقة يعني التخوف هذا لأسباب كثيرة جدا أول شيء ما عنده هدف الزواج يريد زوج خلاص كلما معرسه واخذ صندوق الزواج وتراني عرست يا جماعة الخير بين أخواني وبين أخواتي واستقليت بيت وغير ذلك هذا أنا أقول هذا هدف قاصر وما عنده رؤية استراتيجية ووضوح حتى في هدفه وغايته من الزواج البعض الثاني في الحقيقة يتخوف لأنه شاف حواليه نماذج سيئة فلان وطلق طلقت فلان وبهدلت في المحاكم وكذا وكذا فيصير عنده قلق نفسي أنا يا أخي ما أبغى تزوج خلني اشتراحتي ساكن نفسي وهذا في الحقيقة أنا أعتبر أنه على المجتمع وما عنده نظرة خدمة أنا أقول الآن أنت إذا تخدم مش قادر تخدم بيتك الشيخ الله يطول بعمره شيخ محمد بن زايد يس يخدم بلد كامل كلنا مثل عيالة يخدم الشارق وغرب وبرع وداخل وغيره فأقول متى يكون عند الإنسان حس وطني أنت جيل في الحقيقة يخدم الوطن جيل متميز يخدم الوطن أنت إذا كنت مواطن في الحقيقة مخلص وعندك ولاء وانتماء إن شاء الله ما بيطلع منك إلا لك الخير وبتيب أولاد بتربيهم على الولاء على الانتماء على الخير على العداد تقاليد الدين وغيره هؤلاء بعد ما يكبرون صدقني بإذن الله هم يكملون مسيرة في الحقيقة تنمية المجتمع وتطوير الكفاءات فأنت الآن مو بتفيد نفسك وتوقع أن أولادك يكبرون بينفعونك أن يعطونك فلوس ولا يشترون لك مزرعة ولا شي لا لا الموضوع أكبر من بيتك وعائد يرجع عليك خدمة مجتمع بأسره هذه طبعا النظرة بعيدة جدا وناهيك أن بعض الناس في الحقيقة يتخوف من الزواج ليش مو متخوف متردد ليش متردد لأن في الحقيقة عيونه وسيعة كبيرة شايف ويت الليش أنت يا أخوي بدر لو رحت باتشتري فيلا من الفلل وشفت خمسين فيلا تحتار تحتار فبعض الناس خاصة مع برامج التواصل ما تكون نظرتها عابرة حتى للنساء أو أن يخطفوا غير أو شي لا يعني ثري دي على ما يقولون وكأن ما شاء الله شغاله بسنار الأمور الخفية يشوفها فمثل هذا الإنسان في الحقيقة من كثر ما شاف كل ما تيب لوحده يقول لك ما عيبتني ما يهزتلي يرفض وأنا شفت واحد من الشباب قال لي أنا خطب 27 بيت قلت لي يا أخوي خلنا نكون منطقين 27 بيت ما حطح على مزاجك وعلى ذوقك وهم من بني جلدتك نفس البلد نفس العادات نفس التقاليد نفس كذا فالله عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتناهم فيه المقصود كل ما تشوف عند غيرك وتوسع عيونك أحيانا ما تقتنع بنعمة الله عليك فكل ما يصير يخطب يقول لا يتذكر صورة مخزنة عنده في الهارد ديسك على ما يقولون قديمة يقول لا هذه أجمل وهذه أفضل وهذه كذا ناهيك عن خداع البرامج التواصل الحديثة سوشال ميديا ما يدرين هم سوية فلتر وهذه ضربة علاجات معينة وهذه كذا نعم بعض اللي يشوفهم صدقني هاي ما تقدر تطبخ لك ولا تقدر تيب لك عيال ولا تقدر تكون أم في الحقيقة لأبناء ولا زوجه فأنت لما تتزوج عفوا شو هدفك هل عشان فقط أني أنا تمشى معاها وأروح على البحر وأي وأكل مطعم بس فقط هذا وللمقصود لا متونس معاها لكن عندي هدف ترى أبناء وتربية وقيم وأخلاق وعادات وكذا ترى عيال بيكبرون وأبغي أكل من إيد حرمتي معاني كبيرة جدا في الحقيقة فنحن نقول حق الشباب يا شباب ما يصلح الخطوبة أنك مجرد مشيت في الشارع وشفت وحدة تمشي ولا تعرف عنها ولا أي معلومة قال طاحت في قلبي وأنا أبغي أتزوجها وبدون سؤال وبدون بحث وبدون تحري في الحقيقة هذه تخلي أحيانا بعض الزواجات ما تكتمل ولهذا من الغريب أن بعض الناس حتى اللي على ما يقولون عندهم نابض الحب عالي ويتقصد لك يوم الحب بالزواج وغيرها يقول لك الغريب أن أحد المعنيين يقول لي أن تصدق وائد من عقود الزواج اللي كانت في يوم الحب ما كملوا سنة طلقه أقول لهم ما مسألة أني أنا رابط نفسي بيوم الحب الحب نحن في دمنا كل لحظة وكل يوم في الحقيقة عندي حب لأمي وحب أبويا وحب أبنائي وحب لزوجتي وحب للمجتمع حتى ربعنا نحبهم نحب لهم الخير فكل واحد على ما يقولون موزع هذا الحب كل واحد بما يليق بمعاني فالنقطة اللي نرجع عليها نقول يا جماعة الخير إذا كان الاختيار صح استشارة صح بالعكس أنا أقول لك هاي الزوجة سند لك تشاطرك على ما تقول المهام تعينك أنت تحس في الحقيقة ترق باب سعادة بل باب بركة في الحياة الزوجية يكونوا فقاراء يغنيهم الله من فضله يعني هذا في الزواج يمكن فقير يغنيهم الله من فضله من وين بركة الزواج غير الاستقرار غير الراحة ولهذا الله عز وجل لخص الأمر قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجه يعني الحرمة قطعة من جسمك قطعة فإذا أحسنت إليه أحسنت لنفسك أسأت إليها أساءت لنفسك وجعل بينكم مودة ورحمة قال لتسكنوا إليها يعني الزواج سكن ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة وهذه الرحمة أساس التي في الحقيقة ضمان لإستماعات الزواج نحن نتكلم في المرحلة التي لم يكن قبل الزواج وفي الفترة التي فيها الشخص يخطط لهذا الشيء صحيح أنت حين تفضلت فيه نقاط وائد مهمة نلازم أول شيء أنا أعرف ما هو هدفي أنا ما هو أبا في حياتي ما هو أبا أسوي أبا أكون أسره أبا أنشأ أبا جيلي طلع من عندي أبا أحد يكمل هذه الرسالة المواطنة الصالحة شو ما بتكون شو ما أكون أنا ستسوي في هذه الحياة أبا شخص أبا أبا أعيالي أبا أسوي جيل يطبقون هذا الشيء نزين هذا من جانب الريال أنا أفكر فيه أنا أفكر فيه أحيانا جانب الحرمة شو التحديات التي تواجهها وهي في هذه المرحلة يعني مثلا اليوم إذا حد من خواتنا مثلا تقدم لها شخص أو تبقى تعرس أحس فيه وايد من الأمور والتحديات نحنا وايد نركز على الريال ونقول هذا الريال كذا وشو هدفه وشو بيسوي لكن أنا أحس أن الحرمة أو البنت هذه اللي بتطلع من بيت أبوها لأن الريال هو بيأسس البيت هذا لكن البنت هذه بتنشل من بيت أبوها وبتنتقل بالكامل كأنه سبحان الله كأنه ملكية انتقلت بورقة ووقعوها صح أن هذا ميثاق غريض مبأي ورقة هذه ولكن ورقة توقعت زوجتك نفسي زوجتك نفسي فجأة استوت هذه الحين أنا يومي أفكر فيها اللي تمر فيه البنت هذه فجأة استوت ملك شخص من بعد ما كانت عندما هو أبوها صح فشو الأشياء اللي تمر فيها ما قبل الزواج القصص اللي تسمعها أنا حين الأشياء اللي تفضلت فيها أنت واي مهمة ولكن أنا عندي جزئية القصص اللي يسمعها الحين القصص الحقيقية والواقعية ما علي صح أنا مشكلتي في قصص الأفلام والمسلسلات هاي اللي تبهد للبنت مسكينة فهي تحطها في رعب وفي خوف أنا شو اللي يترياني شو اللي بيستوي هذي اللي شو ممكن نحن نقولهم طبعا أنا أقول في الحقيقة يعني البنت مكانها بالأساس يعني خلنا نقول هي يعني تراها مخفية على ما تقول يعني بعض الناس لا يعرف هالبيت فيه كم بنت مم عرسة هذا البيت كذا كذا لكن هني دور مجتمعي دور مجتمعي يمكن أحيانا يصعب على الأبو عند البعض أن يقول حق فلان تعال تزوج بنتي لكن لو في خدمة مجتمعية مساهمة مجتمعية أنه أنت يوم تعرف أن بنت خالك مم عرسة بنت عمك مم عرسة وشفت واحد كفو أنك أنت قلت له ترى والله فلان إذا عندك نية زواج ترى أني أعرف ناس ما شاء الله ما يقصرهم شي أنت وصلت الإنسان المناسب بالبنت المناسبة في الحقيقة هذه عملية بتعتبر مسرعة البنت ما تجرأ تروح عند ريال ولو كان زين تقول له تعال تزوجني ما نتكلم عن النادر لا حكمة له لكن النتيجة وتقول حق فلان تعال تزوجني وكذا كذا صعب ترى هذا الشي فهني دور في الحقيقة دور المجتمع لماذا نحن نتكلم يعني عن الأسرة والمجتمع لأن إذا في زيارات أصبحت بيننا نحن نعرف في الحقيقة أن ترى هذه البنت الآن خلصت الثانوية خلصت الجامعة ترى على بواب الزواج اللي بيخطبها بتمر مراحل لكن إذا المجتمع ما في صلة أنا ما عرف كم بنت عندهم ما عرف أن هي تدرس ما بتكلم عن بنت الجيران اليوم ما بتكلم عن بنات الأقارب على مستوى قريب يعني أنا ما أدري كم بنت عندهم وتدرس خلصت جامعة متأهلة الآن حق الزواج ما عندي علم فيها الأمر الثاني في الحقيقة ضروري جدا يكون فيه مصارحة في الخطوبة الريال خليك طبيعي جدا مثل ما نحن نسجل البرنامج بريحيتنا التامة خليك جدا واقعي وكذا تروح تخطب بطبيعتك بسيارتك العادية اللي عندك في البيت ما يحتاج أنك تستأجر سيارة هذا بعد قبل الخطوة أنا بوصل للخطوبة مرحلة الزواج أنا سأحاول أسلسل الموضوع لأن موضوع هذا ويد مهم لا أنا أباك أو شو اللي نقدر نحن نقوله حق أختنا هذه اللي حين مقبلة على الزواج وخايفة من الفكرة ترى أنت عندك نسبة كبيرة الحين خايفين من فكرة الزواج شو اللي ممكن نقولها كيف نطمنها نقولها صراحة الزواج لابد تعرفين أنه من أعظم الرزق اللي الله عزلي سوقه لتش لا تأخذين نظرة أن الزواج عفوا يخرب حياتك أو أنه سبب شؤم أو تعاسة حياة أو مسؤوليات وغيرها أنا دائماً أقول لهم الآن أنت يوم موظف عادي حطوك رئيس قسم ثم مدير إدارة طيب بتقول لي أخي مدير إدارة مسؤوليات كبيرة أقول لك هي بس شو المتيازات اللي عندك أنت مدير إدارة بس شو المتيازات اللي عندك أنت الآن لما تنتقلين إلى حياة أسرية طيب جزء من السعادة من سعادة المرأة المسلم الزوجة الصالحة البيت هذا اللي ينشع على هذه السعادة أنت الآن في الحقيقة تعطين احتياجاتك اللي الله خلقت عاطفية وفطرية أنت كأن الإنسان يسد حاجته طيب إذا الإنسان سد حاجته أنا أعتقد أن يقدر ينتج المجتمع أكثر يؤدي أكثر بالإضافة إلى دايماً نقول أن لا تأخذون الصورة السيئة نعم أن والله تزوجت وكانت مرتاحة قبل زواجها ولما تزوجت أنا أقول لا أحياناً السبب سوء الاختيار نعم يعني في الحقيقة ما في توافق بينهم هو جو ثاني تماماً وهي جوها بالمرة تماماً يعني فهني ما في توافق يعني مثلاً أذكر مرة مرات وحدة تصلت وقالت يا فلان أبغي استشيرك قد تقدم لي فلان وكذا فلان أنا عرفه يعني على ما يقولون جو مسيد للبيت وتدين وما عنده أصلاً واي طلعات كذا وهذه البنت طلعات ومشيات وغيرة وحتى حجابها أصلاً لك عليها يمكن هذا شافه وطاحت في قلبه والحين بيتزوج غيه بجانب العقل وقدم جانب العاطفة فقلت لها ما يصلح لك ما يصلح لك هذا جو غير أنت جوج غير أنا ما بقول لك أنت يا فلان ترى الحين التزمي بالدين وغيرة وشي وشي وشذاك بس أنا أقول له صراحة أن هذا جو غير أنت جوج غير أنت مظهرت تماماً وشعرت مكشوف وغيرة وهذا الإنسان جوه من سيد وبيت وكذا كذا هل في توافق في زواج لكن هل في ضمان استمرارية هل في استدام ما في ليش سوء الاختيار فنحن يوم نتزوج دائماً نقول رسالة حق الزوج والزوجة خلوا نيتكم بالزواج ديمومة مو في الدنيا هذه الكف مع كف زوجتك في الجنة شوف نظرتنا كيف أن هاي أم عيالي وزوجتي في الجنة مو بلا بس أنه في الدنيا ومع السلامة مت فتكيت منها وخلاص لا 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 هي معاك إن شاء الله في الجنة فالاختيار يكون صح الاختيار يكون بعيد كيف نظرتي لها هل هي تصلح تكون أم عيال شو الصفات الخلقية الطيبة المعدن النظيف الدين يوم تيلي وحدة الحمد لله عندها مبادئ مسلمة كحجاب كأداب كقيم أنا ما تحبو يا ترى تقولها حرام تقول لك ها أما تقولها مسلمات تقول لك أنا ما بصلي كيفي وانت جوق غير هني كثرة الانصدامات اللي ما فيها في الحقيقة ضمان شوف يوصى أسلم بذات الدين صح تريبة إذاك نعم هي صدق سبحان الله على هذا الطريق تقول سبحان الله أن يكون عنده هدف أن تكون زوجتك معاك في الجنة دكتور لحزيمي ياسر ياسر لحزيمي يقول قصة يعني ما هي قصة تضحك عليها تزعل عليها ما هي عارفة يقول ريال ويقسم يعني ريال يعرفها يعني وقصة يعرفها يقول ريال كبير في السم على فراش الموت قال والله ناية حرمت كبيرة في السم طالبة الطلاق منها ويقع بالعيال وياها وياها طالبة الطلاق شهود يعني هم هاي قالت نحن هذا التفاق بياه قالت أنا صابر عليه طول هاي السنة ليه كبرتوه حين بيطلقني ما باهو انا صابر عليه في الدنيا ما باهو في الجنة سبحان الله شوف التفكير أقول ما تباهو في الجنة تعرف خلاص قالت أنا صبرت عليه في الدنيا بعد أسيرة شوفه في الجنة ما تباه فأس قصص وناس يعني سبحان الله حين يوم يوم ننتقل اللي يعني تكلمنا وناقشنا حين في مرحلة ما قبل الزواج تعال للزواج يوم نبتدي نحن نختار شركة حياتنا خلاص هاي شراكة الأمور اللي لازم نحن نحطها في بالنا واختيارنا والشكل والأسلوب والشخصية ما تحس أن باب عبد الرحمن أن في نوع من الكسور فيما يتعلق بالوقت اللي نعطيه حق الاثنين هذي لأنهم يأخذون قرار خلاص هذا شريك حياتي أو هذه شركة حياتي لأن هي نظرة شرعية خلص حتى تلقى ما شي موضوع منك ما ينفتح خلاص شافوا يلا مع السلام عندك أنت الملشة التاريخ الفلاني عرس تاريخ الفلاني ويطلعون الجمعة من يصيرون من شهر العسل يلاحظون أنه ما في أصغر من الملشة تشوف أنه ما في توافق وتبتدي المشاكل لأن الحصائيات اليوم أنا أنا أسهلك السؤال ليش أقرح حصائية هاك اليوم حاطينها يقول في إحدى الدول العربية مزين ما بنذكرا نسبة الطلاق 48% نص خيلت نص 48% نسبة الطلاق وبعد الجزيرة حيث كانوا يحاطين خبر ما عرف مدى صحته فيقول في الوطن العربي هناك حالة الطلاق كل ساعة كل ساعتين شو ها فهل ممكن هذا يكون هو السبب أن اليوم حالة فضلت فيه قلت أن قلت حق فلانة هذا الريال ليس على جوج تفكيره غير عن تفكيرك لا تشوف أن هذا قد يكون سبب أن فترة الخطوبة ليس كافية لأن الشخصين يناسبون بعض طبعا هذه الخطوبة الشرعية أن الرجل يرى المرأة الفتاة ويجلس معها بدون خلوة مع أهلها مثل موجود محارم المقصود أن يرى يقول انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها والجمال على ما يقولون كله في الوي يعني هذا علامة الاختيار لكن ما يحدث الحين أحيانا أن تصير خطوبة هو يروح يدخل يلست يلس هي ما تشوفها يمكن بعد هو يشوفها نظرة نظرتين سؤال واحد مع السلامة لا يعرف يتكلم طلعت قال هاي أخي ما مرتحت له ليش ما عنده سوالف ما عنده ممهيئ نفسه هو يتحرب أن الحوار اللي بيني وبيني لازم يكون بس موضوع زواج أنا أقول يوم تروح تخطب افتح مواضيع إن شاء الله دوامك وسوالفك وكذا ليش عشان تكسر الحواجز تدخل معك في حوار سوالف هنا بيكون أنت جذبت بصرها تشوف فكرة كيف وتشوف تفكيرك أنت كيف في الدوام في البيت كذا كذا أنا كيف أحلل الشخصية إذا أنت كتوم ساكت على سبيل المثال أو كأن تلقي سؤال وجواب سين جيم سين جيم كم عمرتش أنت تعرف عمرها قبل ما تتخطبها طيب أنت شو عندك شهادات وعارف كأن مقابلة وظيفة هذا ما ينقال هذا الكلام مقابلة الوظيفة يقول لك من أسوأ الأشياء التي تتوهم يقول لك إذا خبرنا عن نفسك يقول أنا اسمي زين عارف اسمه هذا وجود في السي في فالخطأ إنه ما في حوار الأمر الثاني إنه تلقى كان يلسى على جمر دقيقتين يلا خلت البنت روح ليش خلت تيلس ربع ساعة مو مشكلة خلت تيلس إن شاء الله ترى هم يسولفون والمحرم موجود زين بو عبد الرحمن شو المانع من أنه يكون هذا الشيء هذا ممتد إلى يومين ثلاث أربع مرتين عشر مرات ليش نحن يعني نحكر الموضوع هذا بأنه لازم بس هي مرة وحدة خلاص شفت خبرناها شو رأيك شو هالقرار هذا اللي أنا بأخذه الحين في يلسة وحدة لا وهذا من الخطأ أنت أصلا لما شفتها وقعت معاها ما يمنع أنك أنت في نفس اليلسة وانت يالس عندهم تقول ممكن تي مرة ثانية البنت في نفس اليلسة القعدة اللي أنت قاعت تقول أبغيها تيلي مرة ثانية ثاء مرة ثانية ويمكن هي مرة ثانية دخلتها شوي قطعة شوط كبير من الرهب اللي يا لها أنا أعتقد تكون على طبيعتها أكثر سيكون شوي كسرة الحاجة والله بدون مبالغة اليوم الريال هو المستحي الحرمة ما شاء الله أجرأ منه يعني هذا واقع ترى يعني وأحيانا لما تقول لها سير أخطب يقول لك أنا مخلص عندي سوالة فيها بالواتساب وعلوم وما أخذوا ما أعطي وعارف كل شي عنها تفاصيل حتى يما تقول لها سير أخطب يقول لك لا أو خطفة جدامهم كرسميات يعني دقيقة وروحة قال لي ترى أنا مخلص المواضيع كلها من قبل ومو بالعبرة فقط كذا حتى يعني مو بشرط أنه في البيت إذا الواحد نيته نيته من الداخل صحيحة وسبحان الله شاف الحرمة بنية الخطوبة ما في أي مانع ترى فيها شاف البنت على سبيل المثال بنية الخطوبة يعني أنا انتبهت لها وعارف أنه ممعرسة وعلى غفلة عندهم إن شاء الله البيت وكذا كذا قد تكون في العمل قد تكون في أي مكان جمعني بها ونيتي طيبة سليمة من الداخل مو قصد أني أشوف بنات الناس فهذه النية على غفلة أني أشوف على سريقتها على ما يقولون ثم أذهب خطوبة شرعية أو رسمية خلنا نقول عنها في البيت ولو أنك أنت رحت اليوم ورجعت البيت ورحت تردت أطلب مرة ثانية إذا أنت يعني بعض الناس لا من أول نظرة الريال طلع قال يا جماعة يبوني دفتر العقد يعني على ما يقولون تخبل لكن بعضهم يكون فيه جانب القلق والتردد وما عنده قرار أكيد فأقول لي أخي أحيانا إذا أنت محتاج جلسة ثانية أفضل من الرفض صحيح أطلب الجلسة الثانية عاد يعني أنا أتفق مع عبد الرحمن معهنة طلب لأنني أقول أنت اليوم مرة ثانية هل الميثاق الغريض ما بسهل هذا شخص أنت في الجابلة وفي العلاقات الزوجية مثلا ما نحن كلنا نعرف أي علاقة إنسانية أصلا فيها تذبذب فيها اليوم الضاربين حيث لو نحن ربع نطلع يا بعضك اليوم متجابلين اليوم بزع المنك شوية بشل في خاطري وبانت صالح هذا حين نحن نتجابل نكن ساعتين ثلاثة في اليوم مثلا فما بالك بشخص أنت في الجابلة ليل نهار ترقد تنش تشوف تأكل تشرب الموضوع هذا حق بحيث أن نعرف هذا مثلا شو أقصى حد لغضبك مثلا شو اللي يغضبك أنت أنت شو تحبين شو أجواء شو اللي مثلا تحبين تسوينا مثلا في وقت فراغة شو اللي تحبين تنقشين فلنفرض مثلا يك واحد اهتماماته في الأدب والقراءة والأمور العلمية مثلا تلقى فكرة شي ديب عميق في هاي الأمور وهذه وحدة بسيطة تعرف الطبخ وبس مثلا همها الطبخ تنظيف وبس خلاص ممكن لفترة تكون أمورهم طيبة بس إذا ما استوى تموائم ما بين الأثنين أنه يقدرون يأخذون يعطون فكلام مثلا هو يبتد يكلم عن زي كريتي الكتاب الفلاني وهي يحليلها ما يخص في هالموضوع ما تعرف صح فممكن هذا يسوي حاجز فما أدري أنا أشوف في جزئية التوافق هذه بتبين نواية في فترة الخطوبة هناك نقطة يعني أحيانا ما تقدر تلوم الريال يوم يدخله جانب الحياة عليه مغطي على ما يقولون والبنت أحيانا تلقى منه الأخو هو اللي يمسوي جو في الميلس يالس في الميلس ويسوي جو مع البنت ويضحكهم ويسولف ويهم ويهم ربطهم بشبكة خلاهم يتكلمون وغشمرة وسوالف يخليهم يشتركون في الحوار جبرا يعني من خلال اللطافة فبعض الأبناء أو بعض الآباء عنده ما شاء الله من هذا النفس طبعا في جانب آخر لما تكلمنا عن الخطوبة وإنه ممكن يطلبها مرتين ثلاث في جانب خطأ منتشر عند برع والآن ينتقل عنه أن يقول لك والله ترى هذا زواج وهذا كذا نازم أعرف الشخص هذا وايد وكذا طيب شو تقصد قال نطلع المطاعم بروحنا نسافر بروحنا أبا عرف خلال سنة سنتين أنا أتذكر مرة وحدة قلت لي قلت لي زعلانة قلت لي أنا رايحة مكة وأدعي على واحد عند الكعبة قلت لي ليش يا فلانة قالت هذا خطبني من سنتين وطلعنا وشربنا وتبشينا وسافرنا وقال لي ترى يعني خطوبة أنا خلاص أنا بتتزوج طيب وبعد سنتين تركني وتتزوج غيري قلت لي يا فلانة أنت غلطانة أنت لو ما شبعتي عاطفين بالكلام تباني اعقدوا من سولف فترة تعرف مثل ما قلنا الشيء شرعي أما الخلوة غير شرعية والشيطان ثالثكم يطرعون بالسيارة لوحدكم وتقول أنا بغي أفهمها ما أفهمها وغالبا تلقى ما في نجاحات في زواج وفي حب شكلي وقتي ثم بعد فترة ينفصلون ما يكملون مع بعضهم البعض في الحقيقة فبعد تضخيم العملية أن هذا الزواج ترى أنا لازم أفهمها عدل وأم عيالي وأتعرف عليها سنة وستة شهور وأتكلم معها بالواتساب هذا خطير ليش؟ هاي القصة يمكن مؤثرة في الحقيقة شخص أراد يتزوج أفلانه دخل بطريقة خاطئة ونحن ما نتفق مع هالأسلوب عن طريق التواصل بالواتساب فتعرف عليها كيف عن طريق الوظيفة قدمت سيفي تبغي تشتغل فشافها فكون علاقة مسمى كبير فعلى ما تقول يعني قدر يوصل فهو طبعا نيتة زواج أنا في الحقيقة أعرف الشخص من بعيد وأعرف أنه نيتة طيبة بس الوسيلة غلط فهو دخل عن طريق الواتساب هو سوالف معها وتعارف وغيره وكذا وكذا وحاول حتى يوصل لأهلها أن يهديهم هدايا بين فترات وغيره وكذا إلى أن يعني جاء وقت التصريح بالزواج فلما صرح قالوا مرفوظ ليش قالوا والله أنت عمرك في الأربعينات والبنت عمرها في 20 سنة وانت متزوج لك زوجة أولى ونحن بنتنا ما نبغيها تكون زوجة ثانية ولهم الحك برايهم يعني هذا شيء وقالوا فارق العمر طيب هذا كان ردهم الأصل البنت حادي تثق بي وتركن لقرار والديها البنت لا زعلت سوت ضراب أن كل أهلها أبوها وكل شيء حطت عليهم إكس أنا أبغي أبغي هذا الرجل السؤال ليش البنت متعلقة بهالرجل بهالطريقة هل لو الرجل ضربها بالبيت يلس خطبها بطريق صح لو جلسة وجلستين وثلافة وما تمت العملية هل البنت بتسوي أضراب وبتسوي المشكلة كبيرة وصل بهذه البنت إلى يعني أنا تدخلت في عملية الإصلاح لهذه العائلة قالت أني وصلت مرحلة أنه ممكن أنت حر على موضوع شو زواج وبنت جامعية يعني مثقفة وبيئتها مثقفة بس الوسيلة الخطأ أن التواصل كان بطريق خفي هل أنت ضامن يتم قبولك وهل تواصلك كان شرعي فأتوا وقتوا البيوت من أبوابها في الحقيقة مكتوب لك زوجة بتي بتي ممكتوب لك والله لو سويت ما سويت عادي تعقد عليها وما تدخل بعد الحمان مثل ما تفضلت صح أن الطريقة يعني مش صحيحة لكن أنت حرام يعني تلعب في عاطفتها تصح يعني البنت عاطفية والكلمة هذه ممكن أنت تقولها يعني الريال الكلمة لا يأخذها مثل ما تأخذها البنت خاصة صغيرة وتشوف شخص مثلا لقيت فيه مثلا من المواصفات التي تحبها فارس أحلامها مثل ما يقولون فقد تكون هالأمور التي تفعلها أنت في نيتك الزواج بس ما تعرف ما يستوي يمكن يرفضون إلا هل يمكن يصير ما يصير ولكن هذا يأثر عليها فهي مسكينة تأثرت وأنا قلت لها ترى قلت لها يومي لست كلمت قلت لي أفلانة أنا أنصحت خذي بشور أمك أبوك يعني خاصة أبوك فالأبو قال أنا ربيتها ودفعت لها الجامعة كلها ما لي اعتبار تعبت عليها فما لي اعتبار هذا الغريب تبدي علي أنا فحاولت أني أصرفها بطريق معين بالرضاها التام قالت لا أنا أبغي فطيب وهي راضية تكون زوجة ثانية راضية وراضية أنه أكبر عنها بعشرين سنة هذه الأمور كلها يعني خلاص أصبحت تقدم شيء على شيء تعرف اللعب بالعواطف على ما يقولون حين نحن بو عبد الرحمن خلي مثلا العادات والتقاليد نحن لا نكسر كلمة الأبو ونمشي على شورهم ولكن يوم أنا بي بنظر حين إذا بو عبد الرحمن ينظر الموضوع هذا من منظور ديني شرعي صحي كبير مفتين زين هل الشيء هذا يجوز أن هذا الريال خلط طريقة حين فلنفرض أن الله يسترع عليهم أن الأم والأبو لا يعرفون أنه تواصل إياها بالواتساب وكان يكلمها ويأخذ يعطيها لا يعرفون الريال يباها بس الريال هذا متزوج وعنده حرمة يعني وبيأخذها حرمة ثانية والسن وهذا فهم شافوا هالشيين قالوا ما بنعطيك بنتنا بس هي تبقى صحي هل هالشيء هذا شرعا يجوز في الحقيقة يعني فارق العمر ما هو سبب في الحقيقة للرفض طيب خاصة أن بعض الناس ما شاء الله مع فارق العمر لكن ما شاء الله يقدر ينزل لأدنى المستويات ويطلع وعنده صفات جدا يعني تجذب بالإضافة أنه كونها زوجة ثانية أو كذا المهم أنه زوجة لكن أحيانا أحيانا الأب له نظرة وما يقولنا حرام بس يقول أنا أعرف بنتي ما بتكمل معه ما يناسب بنتي أنا أعرف من هذا الاتجاه فيقول أن الآن هذه البنت أنا يغلب علي بنتي وعرف أنها فأنا أعرف أنه ما بتكمل معه أو أنه مثلا سأل عن الرجل ما شافه صراحة بالمستوى المطلوب من الكفاءة مثلا على سبيل المثال فشاف عنده أمور معينة معيبة في حقه صراحة يمكن سأل يمكن بحث هنا أنا أقول في الحقيقة لماذا جعلت الولاية بيد الأب لماذا الولي ركن في الزواج مطلوب لأنه أحيانا قرر مصلحة مو قصة أحيانا عفوا يعني قصدي حرام وحلال لا أحيانا مثلا إيلي شخص يقول لي محمد أنا بتزوج ترى من البلد الفلانية تسع ساعات بالطيارة طيب ما أقول لك حرام بس أقول لك خليك في الصورة مستعد كل سنة تطلع سفرة تودي زوجتك وعيالك هالمسافة ولا تقول لعقب لا وأنا ما أقدر وأنا كذا كذا الأمر الثاني متأقلم معاهم كلامهم حديثهم أكلهم تتزوج البنت عقب ما تتقبل لا أكلهم ولا عاداتهم ولا أي شيء ولا تنسجب معاهم ترى عيال خوار عيالك بيكونون ترى فتفتح لأفق أنا قلت له ما تكلم عن حرام وحلال بس أنا أتكلم طيب باتر أنت تزوجت البنت مقبولة البنت هذه في مجتمعك بين إخوانك ولكلهم صاك الباب في ويها وتعيش البنت في قلق نفسي وأنت تكره أهلك ومجتمعك تقطعهم قلت لكل أسرة وكل حالة على حدة كيف تكون نظرة أسرتك عائلتك أمك عمتك خالتك كيف تكون نظرتها لزوجتك بعيدا عن قصة الحرام الحلال الحرام صح نعم هذه أمور سبحان الله سعاد الناس تخفل عنها بعبد الرحمن في البدايات خاصة يوم يكون الشخص خلاص يعني هو خلاص مغرم في هذا الموضوع يأخذ هالخطوة فما يشوف تبتدي بعدين تتضح للأمور هذه بعدين حتى القصة هذه اللي لم أكملتك أنها لما شفتها وصلت هذه المراحل وفي الحقيقة تم الزواج قلت لهم أنا أرى غارقانة في البحر كأنه فإذا لم تزوجت أخافت ستكون مشكلة أكبر الآن ها وضعها أنا حاولت أصرفها كنصيحة تبعي والدتش في هذا الأمر نصيحة فطبعا تزوجت تزوجت بعد سنة تصالت تصيح سنة حتى أول ما أكلمت قلت لها ما قلت لها يا فلانة قالت لي أني أشياء ما أحب أقولها بس يعني من الأذى النفسي اللي عاشتها قلت لي يا فلانة أنا ما قلت لها طبعا قالت لي أنا أهلي قطعوني وطبعا هذا خطأ بعد من الأهل لكننا اليوم حط متوقع هذا وارد يعني بتصرف أي إنسان يعني صعب اللي بيقول مثلا خلاص براي لا الأبو بيشل أحيانا يعني في الحقيقة يصير بينها وبين شخص تعارف الأب يرفض ويكون له مبرر لأن إذا كان ما عنده مبرر يرد الناس بعض طريقة تقدر تروح للمحكمة وترفع مسألة العضل فالقاضي يزوجها لكن أنا أتكلم إذا كانت نظرة الأب سديدة وتكون رأي رأي البيت ككل بعد إن هذه أفلانة ما يناسبتش أو سمعتها موجيدة أو عندما آخذ وشغلات كذا 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 وهي كأن تبغي تزيل هالأمور كلها أحيانا مثل هذا الزواج ما يكون فيه بركة تتزوج تكمل ممكن تعيش سنوات وكم شاهدنا من مواقف صراحة يعني بنت تتزوج والأبو مبراضي بالجبر الأبو يزوج فتقول لأنت يعني تضغط عليه البنت تضغط عليه تضغط عليه فيزوج تم سنوات في الصورة العامة أنهم مستقرين تلنا بعض الأتصالات من بعض هاي الحالات تقول أنا من أول يوم في كآبة بس ما راوي أحد في المجتمع والآن بعد مرور تكون غرقانة في الموضوع وتقول بعد مرور 15 سنة أنا الآن أطلب الطلاق أطلب الطلاق وما أقدر متعذر عندي العيش كنت أقول سبحان الله ذكرت الضغط اللي كان على الوالد على والدها الضغط الشديد أنك وافق 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 والأبو مقتنم وعنده مبررات يعني إنه ما يناسبت يا فلانة أنا ما أتكلم عن حرام حراما ما يناسبت أنت كفلانة جوت بيئتك عائلتك ومع فلان ما يناسبكم لبعضكم لبعض فشوف هذا قصة سنة القصة الأولى نعم سنة كلمتني وتصيح بالتليفون فقلت لي حتى أنا عتبت عليها قلت له ما تذكرين كلمتي يوم قتلت سكتت ما قالت شي فقلت الله يصلح الحال وكذا وكذا وهي في الحقيقة ربما رجعت الأمور بعد فترة لكن الإنسان لا يريد أن يوصل هالمواصيل إنما يأتي أنا أقول الرسالة لما نوصلها أخي بدر دائما شفت فلانة تبغيها روح أنت البيت مباشرة تواصل مع أبوها وأخوها لو مكتوبة رزقك بتيلك لكن لا يحتاج أن تسوي علاقات لأن لو تشفو حتى الأهل أنك عندك علاقات خفية معها ربما ترفضونك جملة وتفصيل يقولون خرب بنتنا بهذه الطريقة نعم هذه في فترة الزواج نحن أخذنا ما قبل الزواج وبعد ذلك دخلنا نحن في الزواج بعد ما تم الزواج حين خلاص تم الزواج هنا تبتدي حين من الشباب يقول لك أن أخلص شهر العسل حين تبتدي المشاكل مثل المثال الذي ذكرته تول خلاص هذه الغيمة التي كانت موجودة حب ورومانسية وأنا بحارب العالم عشانك في بعض الأحيان يكون هالشيء هذا سبحان الله تمشي الأمور وبالعكس يعيشون أفضل حياة وفي يعني في حالات تانية يكون العكس تماما لكن إذا نحن اليوم بنتكلم عن طريقة التعامل مع المشاكل للمتزوجين أنا مثلا أشوف من أفضل المهارات اللي لازم يكتسبها الزوج التغافل ساحته أهم صفات ساعات يا أخي تغافل طوف على ما يقولون طوف كنا نشوفها كنا نشوفها عند شوابنا ونشوف ساعات في بعض الأمور نشوفهم العلاقات الناجحة ساعات يستيوا موقف أنت صغير بعض الأمور كيف كيف ماشي هالموقف هذا بس أمورهم طيبة يمشي يمشي بمزاجة أنا أنا شوف التغافل وايد مهم لاستمرار أي علاقة ساعة حتى أنا مرة ثانية أقول هاي علاقة إنسانية ما بشرط علاقة زوج بزوجته ساعات أنتو يا ربعك أنت تغافل شوية ساعات أنتو يا موظفينك إذا ما كان الموضوع يعني مصيبة ولا شيء ما يسوى الشيء خلاص صح يعني الريال مثلا كل يوم يداوم على الوقت يا يوم تأخر ثلاثة أربع دقائق مثلا أنا ما بسير أسويلا مصيبة وتعالوا هذا نفسه علاقات زوجية التغافل وزين إذا نحنا بناخذ يعني أشياء ثانية لابد أن يتسلح بها الريال والحرمة شو هي أولا لابد يفهمون الحياة الزوجية ترى حياة على ما يقولون رومانسية وحياة حلوة بس حياة فيها واجبات فيها مسؤوليات فيها حقوق أحسن يعني يعني بعض البنات تتزوج تحسب أنه خلاص لازم فرض على الزوج أنه كل يوم يعشيها في مطعم دين في الذمة زي يمكن هو عطاها هل انطباع هذا ورسم له هاي الصورة في الملجة في الحقيقة يعني أنت بساعة قلت شيء بابد رحمن ذكرت يعني قلت يعني دوم تعال على هيئة أنا قطعت كلامك في البداية أنت يوم قلت تعال بسيارتك تعال على طبيعتك تعال مثل ما أنت يا أخي لأتي ماذا حد منهم تعرف يوم خلاص كتبوا الكتاب وملجة ومن فترة الملجة إليه ليلة العرس هذا الريال يعني معيشنها حياة شو أقول لك كل يوم مطعام وكل يوم بسيارة وكل يوم هدية فجأة خلاص قالت خلاص هاي مكانيات الريال هذه الحياة اللي أنا بعيشها يا من عقب العرس وعقب شهر العسل تغير فجأة طلعت السيارة تغيرت الطلعات تغيرت فهذا ما يكون ملام شوي ممكن هو عطاها لانطباع هذا فترة الملجة وهذا الجزء من المشكلة دايما يعني أنت لما تكون بسليقتك وطبيعتك ما يمنع طبعا تروح مطعم وتسافر وتهدي هدايا وكل شي بس لا تتكلف شي أنت ما تقدر عليه أحسن ولا تلتزم بدين أنت أصلا الله ما فرض عليك وكأن يعني في الحقيقة يعني نذر عليك أنك أنا لازم أسفر زوجتي كل سنة كذا كذا طيب ولو ما سفر هل معناتها هذه السنة عنده ظروف بناء ولا عنده التزامات أخرى هل معنا أن هذا الإنسان غير محب لزوجته على سبيل المثال في ناس تسفر ثلاث سفرات في السنة لكن الحرمة تأكل أكل ضرب أكل ضرب وهذا واقع مجتمع فيقول أبعوضها بالسفرات لكن الإهانة النفسية التي هي تعيشها واكتئابات لا تسوي شيء في الحقيقة فهني حتى المرأة تكون عاقل المرأة العاقلة صراحة تكون تفهم أن ترى أنا يعني عندي واجبات أنا يعني في الحقيقة علي دور مهم في البيت أنا باستقبل زوجي أنا بحاول أخدم الأم ولو أن ما بتسوي على ما يقولون ثلاث واجبات إذا ما بتسوي خاصة اللي تشتغل برع وكذا لكن ما معقول أن في يوم كامل ما يأكل شيء من إيدي ودور الزوج الدعم إذا كليت شيء من قلت تسلم إيدك والله ما شاء الله الأكل جميل وطيب وما بحصل برع نفسه هذا نوع من الدعم لأن بعض النساء ما تحصل دعم بالكلام فتوقف مشروعها وكل مرة تقولها ما في ملح وما في كذا وما تعرفين تسوين وكذا كذا لا وادخل أنت كرجل المطبخ هي بتعرف أن تلحقك وتشاركك في هذه المهمة هذا إذا تكلمنا عن الطبخ إذا أردنا تكلم حتى عن السفرات أو الحياة الاجتماعية فيما بينكم وغيرها في أوقات الواحد يفضفض فيها الأوقات يستانس يسافر وما يمنع كسر روتين حتى أن يغير بمطعم ونحوه لكن ما نقول أن هذا البيت لا يتحملون مسؤولية لأن الأم تقدر تربي عيالها مثلا تقولهم لا أنا أخليهم عند الخادمة ولا بعلمهم ولا شيء ولا بنومهم ولا بلبسهم ولا أي شيء طول اليوم طيب كيف هذا الياهل يحصل بغيته من الحنان والعاطفة إذا الأم ما قعدت ما شبعتها ما تسوي شيء نحن لماذا نتكلم عن اليوم مشاكل الأطفال يقولك توجه غيرها لأن عطشان حصل على ما يقولون حضن آخر حاول يستغله ويوجه توجيه خطأ سبحان الله صدق فتفضلت حين بالمسؤولية فأنا أقول التغافل شيء مهم أنت تفضلت وذكرت المسؤولية حس المسؤولية زين أنا مثلا بعبد الرحمن شو أشوف إذا نحن نتناقش في موضوع الزواج الصراحة والحوار يا أخي هذا يكاد يكون مفقود اليوم أنا لسأ فكر أقول أشوف في الآيفون يطلع لك الفترة اللي أنت شفت فيها الشاشة فيقول لك المتوسط عند الناس ما بين ستة إلى ثمان ساعات في اليوم يشوفون طبعا مش متواصلة تقطع تشوف يقول لك بعد فيه إحصائية ثانية في نفس الدراسة هاي مو أذكرها وين كانت كم مرة يقول لك كم مرة أنت تفتح اللوك سواء ببصمة الوي أو بهذا يقول لك الأفرج فوق السبعين مرة في اليوم عند الناس لأن أنت تستخدم ترى ما بحس فالحين أنا أقول يوميا ست ساعات إلى ثمان ساعات الأفرج كم ساعة غير النوم لكن الآن إذا تواصلي أنا مع التلفون كم ساعات التواصل ما بيني وبين زوجتي أو كم ساعات التواصل اللي تستوي أعتقد هذا بيلعب دور وايد مهم فالتواصل مهم ياخي المصارحة والشفافية في التعامل أنا أشوف هذه بعض جزئية مهمة يعني على سبيل مثال نحن دوم نقول والحرمة لازم تتعدل وتتزين وتتزقرة تحقل الريال وتكشخ وتحطلة وغيرها زي والريال لا يتحلق ولا يتنظف وريح دخان يك لابس لبس سيء اخي هذه حقوق لازم للمرأة من عباس رضي الله عنه يقول أني أحب تزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي يعني شيء متبادل صحابي ويقول يعني شوف فق الصحابة اللي عاشوا في ذاك الزمن يفهمون هذا وهذه النقطة سبحان الله المصارحة تعرف متى تستوي مصارحة وقت الشجار وقت الغضب ولهذا ما في ثمرة في تصفيت حسابات خلاص صحينا اخترب كل شيء وقت الغضب الشديد المصارحة أصبح نوع من الانتقام تشفي فما في نتيجة أنا مصارحك يوم أمورنا طيبة أبا نتيجة أبا نعدل تعرف المصارحة متى تكون وانت طالع مطعم تأكل تشرب اذكر شيء الحلو في الإنسان لجدامك ما شاء الله واحد اثنين ثلاث اربع تعرف يوم تقول انه مثلا زوجتك فيتش 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 هاي الصفات حلوة بعض الصفات اللي فيها هي ممثمنتنها فممكن كانت تتركها ما تستمر معك بهاي الصفات بس لما شافت انك انت عيونك عليها على هاي الصفات فأصبحت تعرف قيمتها وثمنها وانها نعمة كبيرة وانه زوجي مهتم انا تحسبت لان الزوج ما يعبر ويد بالكلام الزوج ما يعبر ويد ما يحلل المرأة نظراتها غير تحليلها دقيق الزوج ما يعرف لو تسأل امس شو لبست يقولها ما يعرف اليوم شو لبست شو رأيك بثيابي يمكن ما تحصل نظرة خاطفة يقول حلو ما في تدقيق غير عن المرأة ف لكن لما يصرح بمثل هذه الامور ويذكر للزوجة النقاط الجمال انا اعتقد ان هي بتحافظ عليها وبتزيد ثم يعرج يقول والله في شغلات معينة انا اعتقد ان شاء الله انت قادر تتغلبين عليها وهي بسيطة سهلة وبتتعدل اذا بهال اسلوب الراقي اسلوب الحوار بدون رفع صوت بدون زعل بدون كذا ثم نفس الوقت الزوجة يعني تتكلم بكلام حلو عن زوجها بالمهمة اللي هو يقوم بها واشياء الحلوة في حياته لكن تقول له صراحة انا ما يعجبني فيك مثلا واحد اثنين ثلاث او اشياء اللي صراحة اللي يعني تبب لي زعل كذا كذا هل في حل نتفق عليه عادي في حلول انا ما بقول لك وقف التليفون في البيت بس بنحط نظام معين بعد ساعة تسعة ما نبغي التليفون مثلا حط حلول انا بغيك تساعدني ما بغيك تعطيني اوامر نفذ الامر لا ولا بد تبين ليش انا ما بغي التليفون لان انا حابة سوالف معك بهاي الطريقة انا حابة سوالفك انا حابة علومك انا غار من كذا ما رابعك يتواصلون معك بهاي الطريقة ما يكون انت ما شوف اهلك وانت ما خلنهم وانت ما تعرف كذا كذا ما يبهى الاسلوب شوف الاسلوب كيف له دور يعني ونقطة اللي قبلها لما قلنا عن موضوع التغافل تغافل ضروري الآن ولدك عنده خمسة عشر خطاء يقولك لو ييت تقوله انت غلطان بهذا هذا 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 يصير احباط يعرف انه سيء للغاية من خمسة عشر خطاء شو اكبر خطاء عنده سوي تركيز الفوكس وبدأ حلم المشكلة معه هذا اللي نحن نبغي ليش لكن لما انت تبين لك كل اخطاء خمسة عشر خطاء وهذا بعده الآن يعني ما نخلو نحن من اخطاءنا لو واحد حط علينا على ما تقول تدقيق شاف وايد اخطاء مخفية فالزوج والزوج يعرفون على ما تقول بلاوي عن بعض فهني انا اشتغل على خطة ليش يقول لك حط ثلاث هداف انا اقدر احط خمسين هدف في السنة صح انا ما ابغي اخوي بدر حط لي ثلاث هداف اشتغل عليها في السنة سنة ايايا حط هداف ثانية ما عندي مشكلة صح صح جميل جميل من زين اذا انا حين بابدرحمن على داما نحن نتكلم عن الزواج هل الزواج هو للكل بمعنى نحن تكلمنا ما قبل الزواج والزواج وفوائد الزواج والاهداف وكيف الانسان مثل ما يقولون تضاف الى حياته حياة ثانية في امور يستمتع فيها المال والبنون الله سبحانه وتعالى ذكرها كنعم زينة الحياة الدنيا لكن حد من الناس الزواج مبله يعني انا مثلا بعطيك امثلة ابن تيمية الطبري البعض قال حتى الزمخشري بعد كذلك ما تزوج واختاروا النووي في كثير من الامة الكبار هذه يعني عفوا يعني ما اقول انا شيخ الاسلام ابن تيمية انا منول اللي مثلا ما اقارن به اصلا ولن نزكي على الله احد لكن انت شو رايك في هالكلام يوم انا مثلا ايه يقول فلان هذا او مثلا ايه يقولك اخي انا ما بل الزواج انا ما شوف عمري انا كزوج صالح ما عندي اسبابي شو راي الشرع في ذلك طبعا اصلا حكم الزواج يعني تدور عليه الاحكام الخمسة بعض الناس واجب عليه تزوج لانه طايح على خط الحرام او وشك فيقولك انا محتاج للزواج ما في مجال يعني فهذا تقوله واجب عليك تاخذ بالاسباب وتسعى وتتزوج عشان تغلق باب الحرام ممتاز بعض الناس يقولك لا انا ما عندي هالأمر لكن عندي رغبة في الامور وكذا وكذا يعني يعني فيها منافع وفوائد وابناء وذرية وعمل صالح يجري لي يعني بعد موتي من الاولاد وغيره فهذا في حقه مثلا مستحب انه يتزوج في بعض الناس اصلا ما يعرف انه ما يقدر انه يتزوج في الحقيقة يعني يعني يعرف انه بيظلم حتى الزوج الأولى ويعني مثل ما تقول بيبخسها حقه في كل شيء ولا انه محتاج لهذا الزواج على سبيل المثال فنقول له لا ضرر ولا ضرر لا تضرب انت الناس اذا انت هذا حالك يوم بتغير من نفسك ما في مشكلة لكن اما انت في هذا الوقع اللي فيه على سبيل المثال انا ضربك المثال لو واحد مبتل بالمخدرات على سبيل المثال وراح يبغي يتزوج على هذا ليش انا اضرب انت الناس صح انت اذا اشتغلت عن نفسك صلحت نفسك كلام ثاني عقب يصير قدم على من يرتضيك وتكمل نعم لكن اما انت في عين وسط المصيبة وتروح في هذه الحالة اللي انت تغيب ممكن تقتل ممكن تفعل افاعيل يعني مصائب في الحقيقة طيب هذا بالنسبة لو ادرنا بالاحكام يعني قصدي اللي متعلقة بالزواج وحتى العلماء اللي ما تزوجوا لهم ظروفهم يبقى جانب الزواج رزق رزق مو شرط ان كل واحد على وجه الارض يتزوج يعني هل معنى اللي مو متزوجه انسانه فاشله هل معنى الانسان اللي مو متزوج هذا معناته عفوا عنده علاقات محرمة ما يلزم ابدا يمكن هذا الانسان سبحان الله ما عنده ذاك الاهتمام ومشغول بالتجارة وعلاقاته الاجتماعية واموره ويقول لك الحمد لله انا بيني وبين الحرام سد بعيد وفي الحقيقة يعني انا مشغول بامور معينة احنا نشجع لك ما نقول لنا هذا آثم وعليك إثم وانك انت كأن المجتمع يشوف ان هذا انسان ساقط في عيوننا لا يعني ما نتهم الاخرين رحمان انت قلت كلمة وايد مهمة الزواج رزق يعني كثير من الامثلة من خواتنا خلال الريائي لحيه بتكلمتنا عن الخوات سبحان الله الله ما اكتب لهم الزواج بس تلقاها ما شاء الله مثقفة ومؤدبة وناجحة في حياتها ناجحة في عملها لكن الله سبحانه وتعالى ما اكتب لها الرزق هذا انها تتزوج بس يعني اذاك الله خير هاي جزئية وايد مهمة قد تكون نظرة المجتمع للأسف البعض في المجتمع الحمد للأحنا مجتمعنا مبتش لكن قد تكون نظرة بعض الناس تجاه هذه اللي ما تزوجت اه اكيد هذه فيها شي اكيد هذه مبزينة اكيد هذه سيئة او المطلقة صح ينظر لها نظرة ان هذه سيئة اه من شيء تطلقت وسبحان الله مثل ما تفضل ترزق حد رزقه فلوس حد رزقه عيال حد رزقه راحة بال ويمكن مو الخير ان تتزوج في الغيب انه ممكن سبحان الله رب العالمي يصرفها مثل بعض الناس يتزوجوا ما عنده عيال فكأن من الداخل يعتب ليش انا ما عندي عيال يمكن الله عز وجل يصرف عنك العيال انهم بيكونون شرع عليك او بيطلعون كلهم يعني اصحاب امراض مزمنة عبع عليك فالله يلطف بك في هذه الدنيا ما يعطيك الاولاد انتخذها بايجابية الله لما اخذ منك شي يعطاك اشياء وحتى المرأة اللي ما كتاب لها الله الحمد لله انت تعبدين الله انت عندك اهل انت عندك اسرة انت انسانة لش دور بصمة في المجتمع في الحقيقة لو رزقتك والله يوصلت عند بابيتك فليش تتحطمين من الداخل وتأسين وما تدرين كم من اخت تزوجت في عمر 45 و50 سنة مو القصة اليوم مو الكل يبحث عفوان عن صورة الوي في ناس تدور عن قلب فيقول انا ما يهمني عمره 50 سنة 45 سنة هذه الانسانة اعرف طيبة قلبها بصمتها في المجتمع فمو هدفة في الزواج قصة انها بس مظهر وانها يمر عليها الزمن وغيرها لا احيانا يكون بحث عن احتياجات اخرى غير مسألة يعني المظهر وغير مسألة الولد يصير بعض الاخوات تتزوج والزوج عارف انه بيتزوجها وما عندها عيال ما تقدر تيب يقولون انها مثلا هي ازالة الرحم او ما عندها مثلا اولاد وهو راضي فدوافع الزواج في الحقيقة كثيرة ومتنوعة بابد الرحمن ازاك الله خير صراحة مشكلة محمد يعشر لي كيف يقول لي الوقت يخلص نحن انا جدا استمتعت ما عرف كم نحنا كملنا ما عرف ولكن جدا استمتعت ما شاء الله من العلم والاشياء الطيبة اللي ذكرت لنا ياها نحن اذا الله اراد لازم نيلسي الثاني يبالنا جزء ثاني وجزء ثالث ها محمد بيرتب يا عبد الرحمن من الحين احجز يا مواعيد من الحين لي جدام لانا ما شاء الله كمية الأشياء اللي تكلمنا فيها والله بعض اللي عندك يا أخي بدر تزاك الله خير المحوار معاك جميل وممتع انا صراحة مستمتع والله ما ودي يخلص اللقاء بس اعتقد ما شاء الله خذنا مجموعة او كمية ما شاء الله من المعلومات والأشياء اللي تفضلت فيها باذن الله بتفيد اخواننا واخواتنا انا استفدت اول شي خل المشاهدين انا صراحة استفدت انا ومحمد ومحمد مندمج بعد ويانا ان شاء الله لا يكون شيء اخترب في التصوير ولا هذا بيكون عبد الرحمن هو السبب هو قالنا مواضيع مشيقة مشيقة فما غسرت عبد الرحمن ازاك الله خير لا ننسى نشكر المتابعين عندك في القناة اتزام الله خير على حسن ظنهم وحرصهم على التطوير والاستفادة ونحن لا نغنى عنهم بعد الله الله يحفظك الله يحفظك عبد الرحمن نحن ان شاء الله هاي السؤال في نوبا نكملها وبنسوي لنا حلقة ثانية ان شاء الله بجاسم عندك الموضوع ها نزيل وسعيدين جدا مشكور على وقتك على كثر الاتزاماتك والامور هناك قصص كنا نسمعها نعرف عن النرويجي اللي ما شاء الله اليوم دخل الاسلام بنعرف هذه القصة هناك امور ثانية عن البيت الرمضاني ما هو الاسرة والناس وفي مواضيع جميلة صراحة لو مبنى غير ان شاء الله انهم يسدون في هذا الباب جميل البيت الرمضاني والعائلة وكذا وشو برنامج الناس يعني في الزيارات تم بإذن الله بإذن الله شكور الله يطول زاك الله خير الله يحفظكم شكرا